قدر المطرب هاني شاكر أنه يظهر على الساحة ويخطف أنظار الجميع مع بداية ظهوره في عهد العندليب عبد الحليم حافظ وساعده وقتها الموسيقار محمد الموجي في بداية مشواره الغنائي وبعد ظهوره اتوقع البعض أن المطرب الشاب هيكون خليفة العندليب الأصمر بسبب إحساسه وصوته المتميز طبعا شعبيت النجم هاني شاكر اللي امتدت على مدار عشرات السنين قدر من خلالها أنه يجمع سروة كبيرة من خلال ألبوميته وحفلاته الغنائية الكتيرة في مصر والوطن العربي ودول تانية كتير ويعتبر هاني شاكر من الفنانين اللي حققوا فراء كبير من عملهم بالفن ووصلت سروته لحوالي 32 مليون دولار وده على حسب تقارير صحفية يعني حوالي 480 مليون جنيه يعني نقدر نقول كده نصف مليار دير مع سروته الكبيرة دي قدر الفنان هاني شاكر أنه يحصل على جواز سفر دولة الكاريبي عن طريق الاستثمار وبالفعل تقدم بطلب للحصول على الجنسية الكاريبية طب إيه اللي خلي هاني شاكر يدور على جنسية تانية غير المصرية خاصة أنه بيشغل حاليا منصب نقيب الموسيقيين في مصر الإجابة بسيطة وهي الاستثمار فواضح كده أنه حاب يزود فلوسه ويدخل مجال الاستثمار في المنتجات السياحية واللي بتتشهر بيها دولة الكاريبي وكانت إحدى الشركات المتخصصة في منح جوازات السفر نشرت فيديو بيظهر فيه هاني شاكر وهو بينهي إجراءات حصوله على الجواز واللي بتتراوح تكلفته ما بين 100 إلى 150 ألف دولار لكن الخبر ده تسبب في صدمة لكل جمهور على وسائل السوشيال ميديا كونه قيمة كبيرة وبيترقص نقابة المهن الموسيقية وجات أكتر انتقادات فيما يخص استثماره خارج مصر وقالوا ليه مش بيستثمار هاني شاكر فلوسه جوه وطنه بالمناسبة جواز السفر الكاريبي بيوفر لحامله بعض المميزات أهمها انه بيسمح للي معاه الجواز زا انه يدخل 150 دولة حوالين العالم بدون تأشيرة وعلى رأس الدول دي هي المملكة البريطانية ودول الاتحاد الأوروبي كمان مش بيتطلب امتلاك جواز السفر الكاريبي بغرض الاستثمار اي مؤهلات لحامله او اي اختبارات خاصة باللغة او مقابلات كما بيضمن له انه بيعيش بصورة قانونية في دول الكاريبي وهي جزيرة سانت كيس ونيفز وجرنادا وجمهورية الدومونيكا وسانت لويسا وانتيجو وبربودا كمان الفترة الاخيرة حصل فيها خلاف كبير بين رجل الاعمال المصري ناجيب سويرس وهاني شاكر بعد قرار الاخير بمنع 19 مغني من مطرب المهرجانات من الغناء فهل هنشوف الفترة اللي جاية ومنافسة بينهم في البزنس بعد قرار هاني شاكر دخول عالم البزنس من اوسع ابوابه على فكرة هاني شاكر مطرب مصري موليد القاهرة في سنة 1952 واتشهر بلقب امير الغناء العربي ودرس الموسيقى في معهد الكونسربتوار حتى الاعدادية واشترك خلال الفترة دي في برامج الاطفال في التلفزيون وبدأ هاني شاكر حياته الفنية من صغره وكان اول دخول ليه في عالم الفن في فيلم سيد درويش عام 1966 تأليف مصطفى سامي واخراج احمد بدرخان وقام بدور سيد درويش في صغره وقد تم اختياره من بين عشرات الاولاد اخيرا قدم هاني شاكر حوالي 29 البوم وتجاوز عدد اغنيه اكتر من 600 اغنية من وقت انطلاقه في عالم الغناء حتى الان ومن اهمها علد حكاية ولا كان بامري ويريتك معايا وحكاية كل عاشق والحلم الجميل وقربني ليك واخيرا بعدك مليش شكرا لحسن المتابعة والى اللقاء شكرا لحسن المتابعة والى اللقاء